لحظة تاريخية هكذا وصف المراقبون لحظة توقيع عقود مصفات الزور المشروع الذي يعد أحد أكبر المشاريع العالمية لتكرير النفط وله بصمة في تطوير صناعة التكرير في الكويت الحمد لله اليوم وقعت العقود التي تمت منذ 2002 وما قبل حقيقة عبارة عن فكرة وعبارة عن مشروع أحيانا يصعد وقريب يرى النور ثم بعد ذلك لظروف معينة لا يتم إنجازة اليوم نحن فخورين جداً بهذا الإنجاز ونتمنى إن شاء الله تعالى اليوم اللي فعلاً تستطيع المصفات إخراج ستمية وخمستعش ألف برميل من الوقود نظيف قليل السلفر مشروع تنموي وهو تحتاج الكويت تمشياً مع الاشتراطات العالمية البيئية وكذلك الحاجة التي تحتاجها وزارة الكهرباء والماء لخططها المستقبلية مشروع ضخم بمواصفات عالية تعتمد على تقنيات التكرير المتطورة والتي ستزيد من وطيرة التنمية الشاملة ويركز المشروع على زيادة القدرة التكريرية لتصل إلى مليون واربعمائة ألف برميل يومياً ويغطي احتياجات وزارة الكهرباء والماء من زيت الوقود إضافة إلى تكرير أنواع مختلفة من النفط وإنتاج ثلاثمائة وأربعين ألف برميل من المنتجات البترولية عالية الجودة وأخيراً توفير فرص عمل للكويتيين في القطاعين العام والخاص قيمة التقديرية لهذا المشروع يعني ما يعادل أربع مليار وثمانمائة وواحة سبعين مليون دينار كويتي وهو الأضخم على مستوى يعني دولة الكويت وهذا المشروع استراتيجي ويحمل يعني علامات كثيرة مصفات الزور يتميز بطاقة التكريرية الكبيرة ستمية وخمستائش ألف برميل باليوم هذه المصفات هي أكبر مصفاة في العالم تبنى بمرحلة واحدة بهذه الطاقة التكريرية الكبيرة مشاريع مستقبلية عدة تأتي إلى جانب مصفات الزور لتكمل المسيرة النفطية ذات الأهمية الاستراتيجية توقيع عقد مصفات الزور والذي يعد أحد أهم المشروعات التنموية يؤكد من جديد أن لا إيقاف لمشروعات خطة التنمية رغم استمرار التذبد بأسعار النفط زهراء الكاظمي لتلفزيون المجلس